ازخر الفضاء الرقمي بتطبيقات صوتية متعددة الاهداف والاغراض رسمت تلك التطبيقات ملامح مختلفة في الثورة الرقمية التي يشهدها العالم التتيح مثل هذه المنصات انشاء غرفا رقمية لمشاركة الافكار وتكوين الصدقات مما زاد من شعبيتها لدى المتلقي الذي يجوب العالم بشاشاته الرقمية مدفوعا بالفضول نحو اقتحام كل ما هو جديد تطبيقات الدردشة الصوتية المنتشرة رغم حدثتها الا انها تنطوي على مخاطر متعددة فالفضاء السبراني لم يعد مساحة امنة اتتسع دائرة مخاطر تلك الدردشات لتصل الى المساس بالثوابت والوحدة الوطنية وانتهاك المبادئ والسياسات علاوة على ممارسات قد تسعى لزعزعات الامن والاستقرار VPN VOIP ولعل احدثها كلوباوس كثر الحديث حولها لكن ما هو واقع تطبيقات النقاش الصوتي VPN و VOIP تشير المعلومات الى انها تعد بيئة خصبة لتنفيذ السلوكية الاجرامية التي تضر بالامن الوطني كما تنعدم سياسة التنظيم لهذين التطبيقين تحديدا ما يخلق مسارا فوضويا للامن الرقمي ويفسح الطريقة امام المتربصين بامن الوطن وتتبع الVPN قراءة حزم بيانات المستخدمين اضافة الى انه يعرض مستخدمه لسرقة بياناته وبيعها في مواقع الانترنت المظلم تسمح هذه البرامج للشركة المالكة التنصة على المستخدم والوصول الى الصور الخاصة بها والعزاء لسياسة الخصوصية المنشودة وتبين المعلومات الى ان اقتحام هذه البرامج الصوتية يجعل معلوماتنا الشخصية عرضة للخطر والمتجرة بها اما كلوب هاوس الذي احدث جدلا قويا فهو الاحدث بين سلسلة تلك البرامج غير انه يحمل ثغرات امنية تجعل بيانات المستخدمين عرضة للوصول اليها تطبيقات متعددة للنقاش الصوتي دون ضابط ايقاع تنظيمي لما يطرح في تلك الغرف او حتى تشريعات وانظم كفيلة برسم خطوط تنظم عملها يضمن امن المجتمعات وحمايتهم ترجمة نانسي قنقر